السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم طلبة طالبات الصف الثاني الإحدادي النهاردة إن شاء الله معدنا مع تيست 12 أول حاجة أتابعني نص الاستماع أنا أستمع لنص الاستماع وبعد كده هنجاوب على الأسئلة اللي موجودة نص الاستماع بيقول I am Samir I work as a volunteer for a charity which helps to clean our local beach At the weekend we go to the beach and pick up the rubbish that people leave behind We always pick up lots of plastic bottles يبقى Samir is a volunteer for a charity The charity helps to clean a local beach They go to the beach and not up the rubbish يبقى pick up the rubbish They always pick up lots of plastic bottles بعد كده عندي سؤال علاء is telling Zina information about Alex علاء بيخبر Zina معلومات عن الأسكندرية فنقول لها do you know Alex انت عارفها الأسكندرية ردت عليه Zina وقعت له not what do you mean يبقى هي هتقول له هنا ايه I'm not sure لست متأكده ماذا هاي أقول لها I mean Alexandria أنا أقصد الأسكندرية It's a city in Egypt مدينة في مصر I know هتقول له أنا أعرف بعد كده Who built it مين بناها مين اللي بناها الأسكندرية فهيرد عليها علاءة ويقول لها The Greeks built it in the past الرومان بنوها في الماضي The Greeks built it in the past Zina استعجبته بتقول له The Greeks Are you sure هل أنت متأكد في علاءة Yes It got its name from Alexander the Great هي خلق اسمها من الستاندر الأكبر بعد كده هتسأله سؤال هيرد عليها يقول لها I read a book about the history of Alexandria يبقى هتقول له Where did you get this information جبت معلوماتها جديدة من مين Where did you get this information من أين حصلت على هذه المعلومات I read a book about the history of Alexandria يعني فرعت كتاب عن تاريخ الأسكندرية بعد كده زينا هترد عليه تقول له That's amazing هذا مذهل I want to read this book أنا عايز أقرأ هذا الكتاب بعد كده هيعابلني الكمبريهنشن القطع الموجودة فريد has a small shop and he sells milk فريد عنده محل صغير وبيبيع فيه لبن بطر زبدة وشيز جبنة وإيجز بير and other things in it وحاجات تانية أشياء تانية فيه His shop is in a small town محل فيه مدينة صغير and it is open all the week مفتوح طول الأسبوع but it is closed on Sunday لكنه بيقف اليوم الأحد فريد goes to some farms on Sunday and buys their best butter فريد بيذهب إلى بعض المزارع يوم الأحد وبيشتري أفضل زبدة لديه Cheese and eggs وأفضل جبنة وأفضل بير but he buys his milk in the town لكنه بيشتري اللبن بتاعه في المدينة A truck brings it to his shop in the morning شاحنة بتحضره إلى المحل في الصباح فريد and his wife work in the shop فريد وزوجته بيشتري في المحل and they sell a lot of food وبيبيع طعام كتير because it is good and clean لأن الطعام بتاعهم جيد ونظيف A woman came into the shop on Saturday المرأة قاتت إلى المحل يوم السبت She bought some eggs and some butter هي اشترت بعض البيض وبعض الزبدة and then she said to Farid's wife بعد كده عارف المرأة Farid Your eggs and butter are good today البيض والزبدة بتاعكم النهاردة كويسة Why weren't they good yesterday أما هما ليه ما كانوش كويسين بالأمس Farid's wife was unhappy زوجة Farid كانت غير سعيدة She looked at the woman and then she looked at Farid but she did not give an answer يبقى بعد كده بصف ليه Farid وبصف ليه المرأة بس ما جاوبتش ولا قالت أي إجابة Why do many people buy food from Farid ليه ناس كتير بيعشتروا الطعام من عند Farid يبقى بيكوز إحنا قلنا لأن الطعام ده إيه Good and clean يبقى بيكوز It is good and clean السؤال التاني بيقول لي What brings milk to Farid's shop إيه اللي بيحضر اللبن إلى محل فريد إذا هو قال لي ترك شاحنة اللي بيجيبه فيه الصباح Why was Farid's wife unhappy ليه كانت زوجة Farid غير سعيدة يبقى نقول له لأن المرأة كانت بتقول أن الأجز والبطر بطاعها ما كانوش جايدين بالأمس يبقى بيكوز the woman said that eggs and butter weren't good yesterday day لأن المرأة قالت أن الأجز والبطر ما كانوش جايدين بالأمس بعد كده فريد is closed on محل فريد بيكوز في اليوم الأحد يبقى صمدي زي عند اللاين word زي رفيرز تو كلمة زير بتعود على البطر والملك ولا الفرمز ولا فريد and his wife and buy their best بطر يبقى عايدة على الفرم المزارع زي عند اللاين word زير refers تو كلمة زير بتشير إلى أو بتعود على the farm المزارع a woman bought some from the shop امرأة اشترت بعد البيض والزبدة من المحل اللي يبقى eggs and butter I forgot to put the rubbish out for the rubbish not this morning انا نسيت اضع القمامة في الخارج ليه الراجل اللي هو بيجمع القمامة اسمه ال rubbish collector هذا الصباح if you are not of someone you feel pleased with them لو انت proud of someone لو انت فخور من شخص ما بتبقى مصرور منه when I walked into the room everyone was working لما مشيت اتجاه القوضة كل واحد كان بيعمل rainforests are filled with not animals rainforests الغابات المطيرة بتبقى مملوعة بين amazing animals بالحيوانات المزهرة there is no not at work every day is different there is no routine ما فيش نظام يومي ساوت في العمل كل يوم مختلف students not go to school on friday يبقى الطلاب never go to school لا اذهبوا للمدرسة أبدا on fridays أيام الجما I like to help my mom not the house انا بحب ان انا اساعد امي clean the house من رضا في المنزل is beautiful writing using special pens or brushes is beautiful writing using special pens or brushes يبقى دي الكاريغرفي فن الكتابة بخط اليد دي كتابات جميلة بنستخدم فيها أقلام خاصة أو فرش she is an odd person she always leaves her toys on the floor يبقى هي missy person شخص فوضوي دايما بتسيب العبها على الأرض my father not to wake up early to go to work يبقى هو a lady has to wake up early هو مضطر من يصحى بدري كل عشان يذهب إلى العمل complete the sentence with the correct form of the words when I'm not a child I used to sleep in my mother's room يبقى when I was a child عندنا كنت what not you say يبقى what did you say ماذا قل I didn't say anything لم أقل أي شي you will not leave dangerous things near children you mustn't leave يجب ألا تترك الأشياء الخطيرة جنب الأطفال when I was a child Mr. Kemal was teaching me English Mr. Kemal كان بيدرس لي اللغة الإنجليزية وأنا صغير أو أنا طفل وكذا يكون خلص معنا test 12 شوفكم إن شاء الله في test 13 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة